اشتركوا في القناة اقررت كثيرا وتأخر اقرارها كثيرا لظروف معلومة لدى الجميع من بينها الظروف اللي مر بها البلد في تشرين من العامل الماضي وكيف اضطرت الحكومة الى الاستقالة وتحولت الى حكومة تصريف اعمال قانونا دستوريا لا يسمح لها بتقديم المشروع الى ان جاءت هذه الحكومة واعتمدت في عملها وانفاقها على موازنة عام 2019 ربطا بقانون الادارة المالية تحت باب 1 على 12 اللي هو يسمح للوزارة فقط اعتمادا على موازنة 2019 ان لا يتعدى انفاقها المبلغ اللي يحدد لها خلال الشهر من موازنة 2019 وصلنا الى هذا الظروف مجلس النواب كما تعلمون ايضا الزم الحكومة باقرار هذه الموازنة وتقديمها الى مجلس النواب وعكفت وزارة المالية وبقية الوزارات على دراسة وتنظيم هذه الموازنة الى ان اكتملت وعرضت اليوم للنقاش نقاش مستفيد كل وزارة ادلت بدلوها وملاحظاتها حول هذه الموازنة واستمر النقاش طويلا الى ان تم التصويت على هذه الموازنة وسترسل الى مجلس النواب الموازنة كما وصفها رئيس مجلس الوزارات سيد مصطفى الكاظم هي موازنة بسيطة استثنائية على اعتبار انه لم يبقى من العام او السنة المالية الا ثلاثة اشهر جاءت هذه الموازنة لوضع اطار قانوني واضح للاشهر التسعة الماضية او العشرة الماضية وكذلك تنظيم عملية الانفاق الحكومي للاشهر الثلاث القادمة من السنة المالية المتبقية من السنة المالية وكذلك ايضا تنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي من اجل سد العدس للأسف العجز في هذه الموازنة كبير لكن الحكومة لديها الخطط من اجل تلافي هذا العجز وسد جزء من هذا العجز عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي في هذه الموازنة تم ايضا حل معضلة المشمولين بقانون التدرج الصحي اللي عددهم يصل الى تقريبا 35 ألف اللي كان قرار سابق لمجلس الوزراء انه ستبدأ مباشرتهم بعد اقرار الموازنة اليوم من اقرة الموازنة بعد ان يقرها مجلس النواب ويصوت عليها بعد ان يناقشها مجلس النواب ويقرها سيباشر هؤلاء في حسب تقسيمات او توزيعات وزارة الصحة في وظائفهم التي تناسب اختصاصاتهم هذا تقريبا مجمل مدار في هذه الجلسة التي خصصت لاقرار ومناقشة الموازنة قد يكون المؤتمر الصحفي اليوم مقتضب لكني سأكون سعيد بالاستماع الى اسئلاتكم السلام عليكم سيد الحمد جابر جمال مراسل قناة الرشيد بعد كل عملية اغتيال لناشط مدني او شخصية مؤثرة مجتمعيا يتعهد رئيس الوزراء بالكشف عن القتل وتقديمهم الى العدالة اين وصلت التحقيقات بمقتل الخبير الامني هشام الهاشمي وايضا ريهامي عقوب ومتى ستعلن نتاج شكرا التحقيقات متواصلة وقد يكون بعض الكلام غير مقنع لليسمعه انه قضية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي طالت ما يقارب شهرين ونصف على وعدم الكشف عن القتل وعدم اعطاء اي معلومة حول الموضوع اذكر انني ذكرت في مؤتمر سابق او في حوار تلفزيوني ان القضية شائكة ومعقدة وخيوطها كثيرة واي بوح ولا زالت الاجهزة تتابع بدقة هذا الموضوع اي بوح باي معلومة حول تحقيقات اغتيال هشام الهاشمي او بقية الشهداء الذين تم اغتيالهم في البصرة وغير البصرة قد تضع التحقيق على المحك وقد تعرق السير التحقيق قد يكون هناك معلومات لا يمكن ادلاء بها سواء الاعلام او حتى داخل بعض المؤسسات الامنية لان هناك ابعاد اخرى خاصة في قضية شام الهاشمي شهيدة شام الهاشمي او وصلنا الى خيوط فيها استطيع القول انه تم تحديد بعض الاشخاص لكن هناك تعقيد اكبر لا يمكن البوح بمعلومات اكثر من هذه لكن المشروع عفوا القضية متابعة وبدقة ومن اهم الاجهزة الامنية في البلد السلام عليكم استاذ احمد سجاد الموسوي من العراقية الاخبارية طبعا انطلق من جزء من كلامك هناك معالجات جزئية في هذه الموازنة لمسألة العاجز وايضا هناك الكثير من المطالبات نحمل يوميا من خلال الشارع قرار 315 المحاضرين المجانين القدامة والجدد والمهندسين الدراسات العليا هل ستتضمن موازنة 2021 عفوا معالجة هذه الشرائح كلها في ظل ازمة مالية ربما تستمر لمدة سنة كاملة شكرا جزيلا هذا ما اخذ الكثير من النقاش هذا اليوم تم تحديد الاطار ان هذه الموازنة موازنة 20 هي موازنة استثنائية للاسباب لذكرتها في بداية المؤتمر الصحفي كل ما تفضلت به سيعالج في موازنة 21 التي ستكون حسب وزير المالية اليوم ستكون نوعا ما مختلفة تختلف عن طبيعة الموازنات التي اقرت في البلد منذ 2003 لحد الان سيكون هناك تغيير في الأبواب أبواب الصرف هناك موازنة بين الإنفاق وبين الإرادات ستكون هناك موازنة قدر يمكن عدم الاعتماد على موضوع القروض الداخلية والخارجية كثير من القضايا التي تهم المواطنين بشكل مباشر تم معالجتها في هذه الموازنة أقصد موازنة التي أقرت اليوم موازنة العام المالي أو السنة المالية 2020 بما فيها تأمين الرواتب تأمين رواتب المتقاعدين تأمين رواتب الرعاية الاجتماعية أقرت في هذه الموازنة في موازنة 21 سيتوسع هذا الموضوع لأن طريقة إعداد موازنة 21 بالمناسبة اللي ممكن أنه خلال 45 يوم إلى 60 يوم سيصوت عليها مجلس الوزراء لأنها في طور الإعداد يعني الحكومة ستعد عندما تعد الـ 21 ستكون قد أعدت موازنتين خلال ثلاثة أشهر ستختلف نوعا ما وبشكل واضح موازنة 21 عن الـ 20 في طريقة إعدادها وطريقة بناءها وسيكون هناك تعاطي جديد في تبويب الإرادات والإنفاق في خصوصها الموازنة وتحديد مجالات الصرف في موازنة 21 السلام عليكم مراسلة قناة التغيير نداء المرسومي السؤال الأول كيف ستطبق الحكومة ما جاء في بيان المرجعية الدينية فيما يتعلق بفرض هيبة الدولة وحصر السلاح هل سنشهد عمليات أمنية أكبر؟ السؤال الثاني يتعلق بملفات الفساد الكبرى يعني اللجنة التي تم تشكيلها وفق أمر ديواني ستنطلق من دعوة المرجعية أم أنها باشرت عملها منذ يوم تأسيسها؟ شكرا جزيل بالبداية خليني أقدم تحية جلال وأكبار لموقف المرجعية الداعم لخطوات الحكومة حرص المرجعية وتوجيهاتها محل الاحترام ومحل تطبيق أيضا بالنسبة لهذه الحكومة الحكومة كانت مستمرة ولو تلاحظون بين المرجعية يوم أمس كان داعم لإجراءات الحكومة ودعوة الحكومة بالاستمرار بكل خطواتها الإيجابية التي قامت بها منذ ثلاثة أشهر لحد الآن ماضية هذه الحكومة في موضوع محاربة الفساد عن طريق اللجنة لأشرتيلها في سؤالك الثاني وقريبا قد تسمعون أخبار وأنباء عن نشاط هذه اللجنة وقد تسمعون بأسماء مهمة قد يطاح بها من قبل هذه اللجنة وتحال إلى القضاء نتيجة ملفات فساد معينة عاكفة اللجنة الآن على دراستها قضايا أخرى فيما يخص الانتخابات الحكومة أيضا ملتزمة بتهيئة الأجوال لهذه الانتخابات لهذه الانتخابات أهمية كما أشار بيان المرجعية يوم أمس سيكون للحكومة اهتمام كبير جدا أن تأتي هذه الانتخابات كما تتمناها المرجعية وكما يتمناها المجتمع العراقي وكما يتمناها المجتمع الدولي الذي سيكون عبر اليونامي إلى دور كبير ومشورة كبيرة ودعم فني كبير من أجل الوصول إلى انتخابات واقعية حقيقية تأكس تمثيل فعلي وحقيقي للمجتمع العراقي كي نعبر بالبلد إلى ضفة الأمان لأنها انتخابات فعلا مفصلية ومهمة قضايا أخرى فيما يخص حصر السلاح فيما يخص قبل قليل سألتي على موضوع الفساد ولجنة المشكلة للتحقيق قضايا أخرى فيما يخص حقوق الناس المتظاهرين لجنة تقص الحقائق أيضا اللي قريبا أيضا ستسمعون عن تشكيل هذه اللجنة بطريقة تسمح بالوصول إلى من تعدى على أبنائنا وقتلهم بهذه الطريقة بعد أن أكملت الحكومة مرحلتين وهي الجرد والإحصال عدد الشهداء ثم تعويضهم المرحلة الثالثة هي لجنة تقص الحقائق التي ستشكل قريبا وسيكون لها دور كبير في معرفة الجنات الذين قتلوا أبنائنا ابتداءا من واحد تشرين لحد أيام قريبة ماضية نعم السلام عليكم أستاذ أحمد مصطفى الشماري مراسل قناة آسيا الفضائية اليوم أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سلسلة تغييرات في مناصب تنفيذية مهمة يعني تسع شخصيات تولت هذه المناصب فيهم النائب وفيهم الوزير الأسبق وأيضا هناك بعض الشخصيات كانت تدير هذه المناصب بالوكالة واليوم باتت تدار بالأصالة هناك لغط سياسي بخصوص هذه الشخصيات هناك وجه مكررة تابعة لجهات سياسية وحزبية هناك وجه عليها ملفات وقضايا السؤال ما هي نسبة الاستقلالية والمهنية والكفاءة في هذه الشخصيات وهل جاءت من قبل جهات سياسية فرضت على السيد الكاظمي أم أنها اخترت وفق آلية الاستقلال والنزاهة والمهنية؟ شكرا جزيلا ابتداء في بلد ديمقراطي في بلد انصحت كلمة ديمقراطي حتى الآن في بلد يسمح له بالحديث لا يمكن لصحفي أو صاحب رأي أن يبدي رأيا من الطبيعي أن تشهد جدل حول خطوات أبسط من هذه فمن الطبيعي أن تشهد جدل واعتراضات هنا هناك لكن المبدأ الأساس الذي اعتمد سيد رئيس الوزراء في اختيار هذه الشخصيات قطعا هو مبدأ الكفاءة والنزاه قطعا هذا المبدأ الأول لكن عندما يكون أحد هؤلاء الشخصيات الذين تسنموا منصبا هنا أو منصبا هناك منتميا إلى حزب ما هل يمنع أن يكون المنتمي لحزب متمتعا بالنزاهة والكفاءة وفي إدارة المؤسسة التي أوكلت إليه هذا أولا ثانيا طبيعة الإدارة تحتاج إلى تغيير الإدارة الناجحة تحتاج إلى تغيير رأس الإدارة بين فترة وأخرى لإدامة زخم هذه الإدارة لقتل الملل في هذه الإدارة في هذه المؤسسة تغيير سياسة هذه المؤسسة من خلال تغيير رأس الهرم في هذه المؤسسة ثم أن للقوى السياسية والأحزاب السياسية المشاركة أيضا حق في أن تعترض على بعض الأسماء هذا حقه لكن صلاحية حصرية للسيد رئيس الوزراء وهو يرى أن هذه الشخصيات قادرة على إدارة هذه المؤسسات التي أوكلت إدارتها لهم السلام عليكم أستاذ أحمد على المصريح مراسل قناة بلادي هناك سؤال الأول يتعلق بمشروع الرط السككي مع الكويت هناك رفض بصري لهذا المشروع وهناك تحذيرات لمختصين من مخاطر هذا المشروع وما يترتب عليه من آثار جسيمة على الموانئة العراقية هناك معلومات بخصوص ذهاب وفد عراقي إلى الكويت للتباحث بشأن ترسيم الحدود وهذا المشروع حيث هناك نية حكومية لمنح موافقة لإنشاء هذا المشروع الربط السككي مع الكويت وسؤال آخر تركيا رفضت الانصياع لمطالبات الجامعة العربية بخصوص الانسحاب من الأراضي العراقية خصوصا أن هناك 20 موقع عسكرية من شائف الأراضي التي سيطرت عليها تركيا من خلال العمليات الأخيرة لم نشاهد أي موقف حكومي واضح بخصوص هذا الموضوع أو تصعيد دبلوماسية أو إجراءات اقتصادية أو حتى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بخصوص الاعتداءات التركية على شمال العراق شكرا خليني أجاوب على سؤالك الثاني قولك أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء هذا منافع الحقيق الحكومة قامت منذ بداية التوغل التركية والعمليات العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية قامت باستدعاء السفير مرتين الحكومة رفضت كان هناك زيارة لوزير الدفاع التركي إلى بغداد رفضت دخوله وألغت الزيارة وهذه مواقف سياسية تركيا تفهمها والمجتمع الدولي أيضا يفهمها موضوع التصعيد الدبلوماسي والوصول إلى مجلس الأمن هذا يستدعي موقفا عراقيا موحدا الموقف العراقي الآن الواضح هو السعي باتجاه الخطوات الدبلوماسية من أجل عدم التصعيد بالمنطقة رغم أن المنطقة الحكومة العراقية تفهم طبيعة التعقيد السياسي في هذه المنطقة رغم أن المشكلة قد تكون تركية تركية لكن نتيجة لظروف معقدة وفي توقيت معقد وتعقيد سياسي في عام 2014 حصلت هناك تغييرات حول مناطق السلطة والنفوذ بعض القوى السياسية والعسكرية دخلت إلى هذه المنطقة في لحظة ضعف للحكومة العراقية هذه الحكومة الموجودة الآن عاكفة وبكل حرص على معالجة هذه القضية بدبلوماسية عالية دون اللجوء إلى صدام مع دولة كبيرة ونتمتع معها بعلاقات دبلوماسية طيب وعلاقات اقتصادية كبيرة تذكرني بسؤالك الأول بما يتعلق بمشروع الربط السككي والوفد العراقي المفاوض أعتقد المؤتمر الصحفي السابق أنا جبت على هذا الموضوع موضوع الربط السككي لا زال الحديث بيه أولي مجرد أفكار المبدأ اللي حجيت فيه من مؤتمر الصحفي السابق حول نفس السؤال هو أن هذه الحكومة لن تفرط بأي حق من حقوق الدولة العراقية لن تفرط بأي حق من حقوق المواطنين العراقيين سواء فيما يخص الموانئ حقنا بالمياه الإقليمية ترسيم الحدود استنادا إلى المواثيق الدولية المعمول بها وهنا أؤكد أن دولة الكويت الشقيقة دولة جارة ومستعدين لمد حوار طويل وتفاهم معها لحل كل القضايا العالقة دون أي مزالك وهذا عهد على هذه الحكومة الحقوق العراقية وحقوق المواطن العراقي في كل قضية أشرت إليها فيما يخص الموانئ المياه الإقليمية وكذلك ترسيم الحدود السلام عليكم السلام عليكم في ظل تزايد الشائعات التي تمس الوضع الأمني والاقتصادي والمجتمعي هل وضعت الحكومة آلية للحد من الشائعات التي تهدف إلى التخندق طائفي أم ستتجه إلى مجلس النواب للتصويت على قانون جريمة الإلكترونية شكرا طبعا قانون الجرام الإلكترونية في أدراج مجلس النواب منذ فترة طويلة والشائعة مع الأسف في ظل هذا الانفتاح الإعلامي الكبير وانفتاح التكنولوجي الكبير لمربي البلد ممكن أن تفعل فعلها في الشارع دون إقرار هذه الحكومة ملتزمة بالقانون دون إقرار هذا القانون ستكون يد الحكومة مكبلة نوعا ما من أجل اتخاذ أي إجراء تجاه نوع من أنواع هذه الجرائم لكن هناك بعض الإجراءات التي تسمح بها القوانين العراقية النافذة الحكومة لن تتوانى في تنفيذها وقد نفذت جزء منها أجهزتها الأمنية اعتمدت على بعض البنود في القوانين العراقية النافذة قد تتماشى مع هذه الجرائم التي شرت عليها لكن تبقى الحاجة ضرورية لإقرار هذا القانون من أجل أن يكون أداء الحكومة واضح وفق قانون واضح وإحالة هؤلاء بعد التحقيق معهم إلى القضاء أنا أشكركم وشكر الجزيل كان مؤتمر صحفي مقتضب وإن شاء الله نشوفكم بجر شكرا شكرا شكرا